لكن يبقى هناك كلام كثير في الغربال مصر عادت شمس كيل زهب والحقيقة شمس مصر الزهبية ما هيش فقط في تأهل الفريق لقبل نهاية كاس الأمم الأفريقية أو حتى الفوز بكاس الأمم الأفريقية لأنه بلد واخد الكاس سبع مرات بلد واخد عندها الرقم القياسي في الاحتفاظ أو بالفوز بالبطولة حتى في الفوز السلاسي بها ده رقم قياسي الريادة التي تحققت في 57 بإحراز أول لقب كل دي أرقام التميز المصري في القرى الأفريقية وبطولة الأمم فيها لكن الحقيقة الشمس الزهبية المصرية من خلال هذه البطولة تكمن في هذه اللمة لما الناس كانت بتتكلم على وحدة الجمهور وحدة المشاعر وحدة الصف الرياضي وأن قوتنا في لمتنا محدش كان مدرك ده إلا لما حصلت اللمة لما حصلت اللمة كله حسب قيمة المنتخب الوطني وأهمية تضافر كل هذه الجهود خلف منتخب مصر أعتقد الشوارع والأهاوي وكل الأماكن اللي المصريين تابعوا من خلالها مباراة الأمس مع المغرب كانت كفيلة لتؤكد على قيمة وحدة الصف الرياضي وقيمة هذه اللمة الرياضية ما فيش نجاح يا أستاذ براهيم إلا من خلال تلاحم الخلافات بتقضي على فرص النجاح حتى لو حصل نجاح كده زي الفلاش يبقى وهج ويضيع ما يستمرش ليه بقى؟ لأن التلاحم ده بيخلي المساندة لما تشوف أن الشناوي يتعور في لحظة حرجة وهو يتألم بيساند الرجل لداخل أبو جبل وأبو جبل بيتضمن معه ويتمنى له الشفاء ويبتدوا الاتنين ادن في ايد بعض ده معناها إيه؟ إننا وإنت خلاص نسينا بسنة ده النقطة بقى المتخب فوق الجميع في الوقت ده هذا معنى رائع لم يطبق بالتصرفات دي يعني الحقيقة بيطمنك وده بيعقودنا إلى إيه بقى؟ هو احنا بنغير مزاجنا حسب النتيجة يعني نقعد نلطش ونهاجم ونقول وبعدين لما نكسب لأ لما المناخ بتاعي يعتدل ويؤدي إلى النجاح نقول أيها هو ده اللي احنا كنا عايزين ده اللي كنا قصدينه ما كانش الموضوع شخصي ما كانش هجوم على حد ده بالعكس ده انت كيرش ده المفروض انه هو مدرب له مكانة فتم يجي ويتفاقل لكن لما يجي ويتجهل كل ما حدثه ويهد ويبني من جديد لما رجعت الأمور إلى نصابها الطبيعة الفردة اللي مكانة والفردة الشمال مكانة اعمل في اللي انت عايزه في الطرق ما ليش دعوة أربعة أربعة أتنين أربعة ثلاثة ثلاثة دي حقيقة تخصه ما تخصناش لكن لما جيب السر دي باك اللي عبوا باك وانا عندي باك طب النهاردة الرجل اهو تحطي ده في مكانه وده في مكانه اللي اتنين تقلقوا جدا عمر كمال وعبد المنعم لما فتوح لعب مكانه تقلق جدا اللي بتغير مكانه هو اللي بيتهزس إنه على ما يعتاد لأن المسألة ممكن تغير على فكرة ممكن تجيب واحد ما هتقول لي تجربة أكرم بس الوقت كان يسمح يعني مش خلال البطولة إلا في ظروف اضطرارية أعمل الكلام ده نتمنى كل التوفيق لأن احنا متشرفين بأداء المنتخب حتى حتى اللغة كيروش دلوقتي يتكلم على الفريق ونحن اللوح مواصلة كده اي وانا يعني بدأ أشعر ان الرأي اللي عم في ظهره إذا المسألة ما كانتش شخصية ده انت من أول ما الدنيا تعدلت والناس في ظهرك وعلى فكرة لما كسبش كود دفار كان برضو الناس هتبقى في ظهرك عملت اللي عليك خاتب الأسبان لما كسبتش المغرب عملت اللي عليك المنظر بقى حلو ترجمة نانسي قنقر